السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الأحد 17 أذار مارس القمر اليوم موجود في الجوزة لغاية ساعات الصباح وبعدها بده ينتقل لبرج السرطان طبعا هو رح يظل في برج الجوزة لغاية الساعة 44 دقيقة من صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش بعدها بده ينتقل لبرج السرطان ورح يظل في برج السرطان لغاية الساعة 37 دقيقة من مساء يوم الثلاثاء بعدها بده ينتقل لبرج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الذراع وهي منزلة جيدة وصالحة لكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 49 دقيقة صباحا من صواح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة النثرة وهي منزلة للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحواج القمر بما أنه موجود في برج الجوزة لغاية ساعة الصباح معناته منظل من الشعور بالنشاط والرغبة في الانطلاق والتحرك في شتى المجالات وفي جميع الاتجاهات ابتتقلب أفكارنا وأفعالنا وأقوالنا أكثر من المعتاد وبيكون من الصعب تصديق كل وعد أو كلمة وقال علينا إكمال أعمالنا واتصالاتنا وما إلى ذلك وأن لا نشغل أنفسنا في أمور غير مجدية ويمكننا أيضا أخذ دورات جديدة أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لنادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة ودقيقتين من فجر اليوم بتوقيت جرينج أو بعد منتصف الليل فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا هو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الشمس رح تكون الساعة أربعة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينج بخلق هذا الاتصال لدينا حالي من عدم الاستقرار تتمثل بصراع بين المشاعر والأفكار مما ينعكس سلبا على علاقاتنا مع الآخرين تجعلنا قلقين متشائمين متقلبين وبتزيد من الصعوبات مع الجنس الآخر أما بالنسبة للزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين بتسببنا الاكتئاب وبتدفعنا للإهمال وعدم الاستقام والنزاهة في تعاملاتنا بعد هذه الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار رح يبدأ الساعة أربعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بعدها بده يستمر لغاية الساعة تسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لبرج السرطان هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج القمر خلص بالسقر في برج السرطان عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بقوة المشاعر والعواطف وحساسيتنا الزائدة من أي شيء حتى لو كان بسيط ومنحاول خلق جو من الأمان إنا ولا أحبانا ولا أطفالنا من ميل للقيام بأشياء بتجعلنا سعداء من ناحية أخرى لدينا بعض الذكريات اللي ممكن تجعل البعض منا يذرف الدموع أثناء تذكر الماضي إحنا بحاجة للمزيد من مراقبة الأكل والشرب لأنه بالفترة هاي الشهية مفتوحة لتناول الطعام يجب أن نتجنب انتقاد الآخرين لأن حساسيتهم في ذروتها يمكن نشراء أو استئجار أو بيع عقار وأيضا إعطاء الاهتمام أو المزيد من الاهتمام لأطفالنا وقضى وقت ممتع في المنزل أو مع العائلة بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة لها تأثير تقريبا أسبوع ورح تستمر أسبوع قادم وهي زاوية اقتران ممتزجة سلبية وإيجابية في نفس الوقت ما بين الشمس وما بين نبتون ذروتها رح تكون الساعة 11 و22 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج طبعا مستمرة تأثيراتها لأسبوع قادم بتعزز الخيال القصب في مجالات الفن والابتكار من ناحية إيجابية وبتزيد قوة الحدث وبتجعل البعض يعيش في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع أما دوليا فهي بتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في الحكومة ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر وبتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة للحكومة أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفال ويمكن أيضا ما مساءل تتعلق بالتسرب الغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفاع أسعار النقط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و53 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها من الآن وحتى ساعات الصباح إن الكتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنبيب الشعب الهوائي والرئتين ووصلات العصبي لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي والحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل أما من ساعات الصباح وما بعد يعني بتوقيت الشرق الأوسط من ساعات الظهر تقريبا بيصير عندنا المعدة والكبد والصدر والغشاء المقاطي والمبيض والرحم والمهبل الثدي غشاء الجنب والغشاء اللي هو الغشاء اللي بيغلف الرئة وغشاء الصفاق اللي هو الغشاء اللي بيشبه الحرير اللي بيبطن جدار البطن الداخلي وبغط الأعضاء الموجودة داخل البطن والجهاز اللينفاوي وعظم الصدر هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم وما لازم نجري عمليات جراحية إلا إذا كانت اضطرارية ولكن في فترة خلو المسار ما بنصح بالعمليات الجراحية هذا اليوم ما بعد انتهاء خلو المسار أو ما قبله ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج السرطان خلو المسار القادم بيكون الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى الساعة سبعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء لا يستقر القمر بعديها في برج الأسد بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره سبع أيام في تمام الساعة ثمانية وخمس وثلاثين دقيقة صباحا بصغير ثمان أيام نسبة الإضاءة ثمانية وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت حتى يوم عشرين ثلاثة منتحس الآن بنسبة خمسين في المية ساعة المساء منتحسي بنسبة خمس وعشرين في المية القمر في الجوزاء وزي ما ذكرنا في ساعات الصباح دينتقل للسرطان ورح يظل في السرطان ليوم سبعتاش ثلاثة سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات الصباح سعيد بنسبة خمس واربعين في المية عطارد في الحمل بحركة أمامية حتى يوم واحد أربعة بعدين ديبدأ في عملية التراجع سعيد الآن بنسبة خمسة عشر في المية الزهرة في الحوت حتى يوم خمسة أربعة منتحس بنسبة خمس وعشرين في المية المريخ في الدلو حتى يوم اثنين وعشرين ثلاثة منتحس بنسبة عشر في المية المشتري في الثاور حتى يوم خمسة وعشرين خمسة منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ستة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أورانوس في الثاور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بظل في نشاط وحيوية حتى ساعات الصباح أما بين سفريات واتصالات وحوارات ونقاشات وأيضاً التعامل مع الإخوة ومع الجيران والاهتمام بمسائل تتعلق بالسيارات أما من ساعات الصباح بتفضل التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية لا تتهربوا من المسئوليات وإن كثرت وحاذروا من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك نظم جدول أعمالك والنشاطاتك الأعباب كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم اتجنبوا النفقات من الآن وحتى ساعات الصباح من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في مجال السفر والاتصالات وبتعززوا العلاقة مع أخ أو جار حاول أنك تفصح عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال حاذر إهمال الوضع الصحي واتجنب الإرهاق برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا أنتم قادرون على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم اتجنبوا النفقات نظموا الأقصاط وما تسمحوا لها بالتراكم فكر بمنطق وعالجوا الأمور الطارئة فورا ممكن تحدد توجهتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاءات داعمة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان ما تشعر به من تعب وتراجع في الصحة بيزول كل ما اقتربنا لساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد تمتلقوا نشاط وحيوية وبتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات وبتتلقى إشارة وبتبدأ بتنفيذ خطط تستعيد حياتك رونقها وحيويتها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتدخلوا فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم وبيسجل هذا اليوم ركود على جميع الأصعدة بنصحك بعدم المباشرة بتنفيذ أي شيء مهم اتخلص من عاداتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح بتنشطوا بين الأصدقاء وبتصير تشوف الأمور بوضوح وبنظرة متفائلة بيطمئن بالك لحظ الدعم والتأييد وبتفيدك الاتصالات واللقاءات ولطف الأجواء واعد العلاقات لطبيعتها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بدي يتقدم لإمتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد من الآن وحتى ساعات الصباح وما يعتمد على الحضوظ أما من ساعات الصباح وما بعد بتحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم في مجال العمل نظموا وقتكم بشكل جيد وكون واضح في أولوياتك وما تدع أحد يثير انفعالك أو غضبك باستطاعتك مواجهة أقوى المنافسات لأنه أنت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد خلال هذا اليوم برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب أدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة من الآن وحتى ساعات الصباح وحاولوا إنكم مدين وحد فلوس وبرضو ما تغامروا مالياً أما من ساعات الصباح وما بعد بيصلكم خبر سار من بعيد وهي فترة حافلة بالنشاطات بترتفع المعنويات وبتقوى الحظوظ وممكن تسافر أو تشترك بمؤتمر مثمر ومفيد وبيكون لك اتصالات بعيدة ممكن تتلقى بعض الأشخاص أو تلتقي بعض الأشخاص حول طاولة حوهر للتفاوض وممكن تعالج مسائل متنوعة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن وحتى ساعات الصباح بظل القمر مقابلكم فبوسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة أو ما بين الأزواج أما من ساعات الصباح وما بعد بتعيدوا ضبط أموركم المالية المشتركة باستطاعتكم تقديم أفضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليونة والصبر وبينتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عد الأولوياتك إذا دعت الحاجة ودقق بالتفاصيل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي واصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وانتبهوا لصحتكم من الآن وحتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم وهي فترة شوي فيها بعض الصعوبة بتفقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة الفترة هاي سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث القمر بيجعل هاي الفترة أو بيجعلك مضطرب مرهف الحس وبتشعر بالارتباك والغضب وبتمتع يعني شوي هيك بنوع من أنواع العصبية برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا حتى ساعات الصباح أما من ساعات الصباح وما بعد بتكون تنتبهوا أكثر لصحتكم حاول أنك تكون عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي حواليك تستعيد كامل حيويتك وبتدور الأحداث بسرعة ونشاط وبتمارس عملك بحماسة حاذر من الإضطرابات الصحية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل من الآن وحتى ساعات الصباح بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة ولكن من ساعات الصباح طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وبتزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الأمور بروية مبتعد عن التعقيدات الأجواء طبعا بتدعمك لأنه اليوم ما بيتخلى الحظ عنك لا عاطفيا ولا ماليا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر